أعلنت حكومة دولة الإمارات اليوم نتائج مؤشرات قطع الاقتصاد التي حققت فيها انجازات كبيرة على المؤشرات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والابتكار وريادة الأعمال والتنمية والتنافسية ونصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي ما يجسد رؤية الإمارات 2021 بأن تكون الدولة من أفضل دول العالم في عيد تأسيسها الخمسين وتستند نتائج المؤشر الوطني نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد الذي يصدر سنويا حيث ارتفعت نتيجة المؤشر من 2.66% في عام 2014 إلى 2.96% في عام 2015 ووفق التقرير فقد ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي التراكمي من 100 مليار و164 مليون دولار عام 2014 إلى 111 مليار و129 مليون دولار عام 2015 ما يضع الدولة ضمن أكثر وجهات التجارة والاستثمار ربحا وجاذبية هذا وأشار المؤشر الذي يغطي 138 دولة إلى بلوغ الدولة المرتبة 16 متقدمة مرتبة واحدة وذلك استنادا على 12 محورا احتلت فيها الدولة المركز الأول عالميا في محاور المؤسسات والبنية التحتية وجودة الطرق والأنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة أما في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال حسب المنهجية المتابعة من البنك الدولي فجاءت الدولة في المركز الـ 26 على مستوى منطقة الشرق الأوسط